سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ صناعة ثلاثة ومتوسط أهلا وسهلا بكم معي من جديد أعزائي متابعي القناة الجدد أهلا وسهلا بكم معي إخوتي شرفتني ونورتني لا تنسى أن فضلكم دعم القناة بالضغط على زل اشتراك كذلك تفعل الجرس حتى يسهلكم جديدة الدروس بإذن الله نواصل أحباتي لتقديم دروس الكتاب المدرسي صفحة رقم 108 فقط بالنسبة لتأخير الدروس يعني نحاول نستدرك معكم الدروس يعني حتى نسلو للمحور أثلت بإذن الله تابع معي جه كري وحسي لدبو درسي إكتري دون ميطودك لفرانسي أوبئ يعني هذا بدايت قصة مستخل السامين ميطودك لفرانسي أوبئ لأترى قال دي لا ماسان دي سيغران جي ستروف دي سيغران دان ذي كارتي دالجي لكاسبا يعني في هذا النص الكاتب يتحدث عن منزل جديه التي تقع في حي قديم في جزائر العاصمة اللي هو القصبة أكتب أو أضف يعني جزء وصفي يعني أو فقرة وصفية حتى نعرف بهذا المكان ذو الهندسة المتميزة دكري ce lieu en employant le vocabulaire de la description أوصف هذا المكان بسعمال مفردات الوصف يعني الأفعال لشفناها المفرقاء في المسادنة المتمنين اكتب اللي هو الخليطة يتحدث عن منزلج العاصمة وصفية هذا المسادن يتحدث عن منزل هذا المكان نحن لذا في الوصف اترح مشكلة يعني ضرورة المحافظة على هاد التراث الغالي او الثمين على الشعب الجزائري. يعني احبتي احنا راح نكملوا وصف هاد المكان. كذلك رايحين نعبروا على الاحاسي السعنا وكذلك نطرحو يعني مشكلة ضرورة المحافظة على هاد التراث. العزب الغالية. يعني هاد هو احبتي بداية هاد النسي وحن راح نكملو في معباد. Je n'ai jamais vécu dans une maison traditionnelle Mais ce genre d'habitation Ne m'est pas inconnue أنا لم أعيش أبدا يعني من قبل في منزل تقليدي ولكن هذا النوع من السكنات ليس بالغريب عني Mes parents ils sont nés et mes grands-parents ils demeurent encore يعني والدية ولدوا فيها أو هناك والدى والدى في مزالو يعيشونا هناك Leur maison est située ألجير منزلهم يقعوا في ألجير يعني هي ألجير ألعسما Dans un quartier très ancien qui se nomme La Casbah في حي قديم جيتان الذي يسمى Al Casbah Chaque fois que je leur rends visite je suis émerveillée par l'architecture de cette grande demeure في كل مرة عندما أزورهم أكونوا يعني معجبان ومندهجان به هذا المنزل الكبير Ce qui me plaît surtout c'est le patio والذي يعجبوني أكثر هو الفنا يعني هذا هو الفنا لنسمي le patio لأن سنجل وصف الأماكن يعني سنجل هاد le patio رحي نصف الغرف كذلك نصف الفنا أو ساحة pardon ليه يلا كوخ كذلك رحي نصف les مور يهما الحيطان وكذلك وكذلك les portes voilà les plafonds يعني الأبواب والأسقف الباس اللي هو هاد الحوض يعني رحي نعتمدوا على البوات رحي يعني هادو بعض المفردات نستعملوهم مثلا هنا عندنا لستيل يعني النمط هاد المنزل سوى يعني رحي ندروه مغازك يعني زور في قديم عندنا انسيترال يعني تعال أجداد يعني قديم وعندنا انسين يعني تخيروا واحدة من هادي باش تصفوا لستيل يعني رحي نتوضفوا هاد الجمل كل مرة تكتبوا جمل على حسب يعني هادو على حسب لينان هادو ومبعد تربطوا الجمل في بعضهم يعني هي سهلة خلاص دنك عندنا الكور عندنا انتريور يعني دينا هاد للي présentatif او لتعنير impersonal مثلا لحنا سقولوا إليا une cour par exemple أو إليا une vaste cour voilà يعني تقدروا كيف تفهم في الجمل نواصل هنا كذلك عندنا انباس او une fontaine يعني الحود هادا لجي في وسط الساح وي كنفه الماء عندنا ترون سترو وي ستتو هادو أفعال دينا كذلك عندنا لدينا les adjectifs petits دينا 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 الفيانس بلو يعني هادو تغل بسان وي الفان دينا لوسف سحو مسار يعني مزاخرف بي يعني بلا فايانس بلو أو صندر أو ملیو أو كر يعني هاد الموقع تغل هاد لبسان ولا الفان تغل عنا لپسيو انتوري دينا هاد لپسيو يعني الفناء محاط بأرويق طويلة دي بي اس لارج بس بس يعني لپس هما الغرف ممكن تكون واسعة ونوعا ما واسعة أطور يعني حول لمور بلاشو يعني هادا وصف كذلك لمور اللي هما الحائط أو مجموعة من الحائط voilà لپلافان عندنا با لپلافان هما الاسقف تحاد المنازل يكونوا يعني نوعا ما با يعني منخفض لما هم جعلين بساف عندنا لپورت ماسيف يعني ثمين انبوى سكولت مارن وهي مسنو عمين الخشب البوني الموجود فيه بعد النقوش لپاتريموان سوف غارد يعني لازم علينا نحافظ لحد الباتريموان انسدخال يعني متعلق بالاجداد voilà احباتي يعني هذا فيما يخص المعلومات وضفوها ريحة سهلة لكم احنا نخلي لكم نموذج يعني نقلوه مع بعض تكملة ومثلما احباتي من فضلكم من فضلكم حاولوا ديروا نموذج من عندكم وبعد سححوه مع النموذج نخليه لكم تابعوا معي احباتي الكسبة الدالجي جنه جميع بيكو دن زين ميزان تراديسيونل مي سجون د بيتاسيان نمي با زين كون انا لم اعيش من قبل في منزل تقليدي ولكن هاد النوع من السكنات لسه بالغريبي عني مي باران يصنن اي مي گران باران يدمير انكور يعني والدي يوليد هناك واجدتي واجدتي ما زال يعيشاني هوناليك لور ميزان سيطوية االجي منزل حميق في الجزائر العاصمة في حي قديم جدن الذي يسمى القصبة شكوه كوه 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 رمزيط جسي امرهي بار لحي ترجمة دوستوية 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 في كل مرة أزورهم يعني أنا من دهش ومعجب بي هندسات هاد المنزل الكبير سيطوية 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 كوه انترية كاري ومعجب 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 دوستوية جبوني اكتر يعني الفينا الداخليا المرابعة الشكل وفي وصاتيها حود سرير مزيين بي السيناميك الازرق سيطوية 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 دوستوية ومعجب سيطوية 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 لسالان سيطوية لا رم مزيين لسيطوية سيطوية اكييان نمو دوستوية كار جي طوية منزلنا الدافئ والحنون يعني لا يعطيني رغبة في الانتقال منه لاني احبه كثيرا نو دفن خزير في سو باتريموان استوريك ويجب علينا المحافظة على هاد التراث التاريخي ولا احبتي هذا فيما يخص هاد النموذج مرة اخرى انصحكم يعني بكتابة نموذج خاص بكم يعني كما شفتوا راح سهلة جدا سامدوا فقط على يعني جدوال هاداك راح يكونوا نماذج يعني جيدة جدا ومختلفة بهذا نكونوا احبتي وصلنا لنهاية درس اليوم اتمنى تكونوا استفدتم معايا اترككم في رعاة الله وحفظه والسلام الله عليكم